الهرم الأخضر المتحف المصري الكبير يسعى للتسجيل كمبنى أخضر صديق للبيئة من خلال إدماج كل أبعاد البناء الأخضر والتنمية المسادمة بالمشروع بالإضافة إلى الحصول على شهادات البناء الأخضر كونه أحد أهم وأكبر المتحف في العالم حيث يضم 100 ألف قطعة أثرية بالإضافة إلى أنشطة فقافية وترفيهية إحنا حاليا في مرحلة الاعتماد بدأنا مراجعات لكل التصميمات بتاعة المتحف المصري الكبير خلال الست شهور اللي فاتوا وأعتقد إحنا خلال اسبوعين ثلاثة هننتهي من عملية الاعتماد كمبنى أخضر المبنى في تصميماته الأصلية راعة كل النواحي البيئية واللي خاصة بتوفير الطاقة وتوفير استهلاك المياه واختيار المواد إحنا دورنا كمركز قومي البحث إسكان والبناء اللي هو بيصدر المظام الوطني لتقييم المباني الخضراء الـ GPRS أو اللي احنا بنسميه Green Pyramid Rating System بند كفاءة الطاقة داخل المتحف اعتمد طبعا في التصميم بتاعه على تحليل بيانات المناخية بتاعة الموقع فبالتالي يخدها في عين الحساب بتاعته فبالتالي ده ظهر في عمل تزليل على بعض الوجهات بتاعة المتحف عشان يخفض الأحمال الحرارية الموجودة على الوجهات كذلك استخدام بعض المواد العزلة في وجهات المتحف ساعد على خفض الأحمال طب مساعد على خفض الأحمال الهدف منها تقليل استهلاك الطاقة بتاعت التكييف طب تقليل استهلاك الطاقة بتاع التكييف الهدف الرئيسي منه ايه؟ حفظ انبعاثات سانيك اكسيد الكربون ويستلزم حصول المتحف على شهادة الهرم الأخضر المصري مواصفات أهمها سهلة وصول الجمهور إلى المتحف وعمل مسارات خاصة للدراجات ومواقف للسيارات بالإضافة إلى استخدام سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية فضلا عن رفع كفاءة استهلاك المياه والطاقة داخل المتحف متحف أقدر يعني متحف بيستهلك أقل قدر ممكن من المياه والطاقة وبيعمل إدارة متكملة للمخلفات وفي نفس الوقت الجود البيئة الداخلية الموجودة هي بتهيئ لكل الزائرين المتحف بيئة من ناحية الصوت والإضاءة والتهوية الطبيعية أفضل بيئة مناسبة فطبعا المتحف المصري الكبير تم تصميمه وإعداده على أنه يكون نموذج يحتزى به لكل متحف العالم ووفقا لي ما تم إنجازه من تقييم في كافة المجالات بالنسبة للمتحف طبعا المتحف الكبير يعتبر حيحوز على شهادة الهرام الأخضر المصري هنقدر نشوف أنه هو بيوفر سهولة الوصول للمكان في طرق المحيطة بتخدم على المكان هيكون فيه محطة مترو بتخدم على المتحف المصري الكبير ده الجزء الخارجي بالنسبة للجزء البيئة الداخلية أو الجزء الداخلي للمتحف لما الزائر إن شاء الله هيقدر ييجي هيكون فيه تحة كاملة لي طبعا على قمة الاهتمامات بتاعتنا زو الخهمم وإن كبار السن هيقدروا يكون فيه خدمات مقدمة ليهم فيه رمبات الكريس المتحركة أو المشايات الكهربائية والمصاعد تقليل الإنبعاثات الحرارية وتحسين جودة البيئة الداخلية للمتحف بالإضافة إلى استخدام التهوية الطبيعية أمور يسعى القائمون على إنشاء المتحف في توفرها باعتبارها عوام الأساسية لاعتماده كمبنى صديق للبيئة ويحقق التنمية المستدامة المتحف موفر كل الشروط البيئية بداية هو من عشرين عشرين بدأ ياخد عايزو وبيئة البيئة الداخلية مش بس استخدام تكيفات لكن المتحف في إنشاؤه كان مرعا أن يكون فيه تهوية طبيعية يعني مستخدم تهوية طبيعية مش بس كل التهوية اللي جوه هي تهوية تكيف لأ كان فيه أجزاء من المتحف معتمد على التهوية الطبيعية وده من عبقرية البناء الحديث يعني دي رجع فيها للمصر الأديم زي ما المصر الأديم كانش عن تكيف وكان عنده تهوية طبيعية هو المصري المعاصر استخدم التهوية الطبيعية في تهوية المتحف في أجزاء منه قلنا نتكلم على ترشيد استهلاك المياه المتحف استغل المياه زي مياه المطر مثلا بأنه عمل خزان لمياه المطر وده يعيد استخدامها تاني للزراعات حرموا مصر الرابع المتحف المصري الكبير يسعى لتحقيق حلم آخر وهو أن يصبح مبنى أخضر ومستدام ليكون بذلك أول متحف مصري يحصل على هذا الاعتماد باعتباره حدية مصر للإنسانية جمعة من المتحف المصري الكبير أشرف مبارك التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر